كل بطل في مصرحيته بيعدي بصراعات صراعات مع الأقدار صراعات مع الأشخاص والمحيط وصراعات مع نفسه دينا عندها صراع مع المجتمع؟ أكيد لأن المجتمع عنده حالة غريبة جداً بينه وبين الرقاصة يعني اللي بترقص دي بيحبوها جداً ويجيبوها في أفرحهم ويزبطوها ولذيذة وكله تمام بس تيجي تتجوز ابنهم لا تبقى فيه علاقات بيرسنل لا يعني بيبقى عندهم حالة كده المجتمع عنده حالة سلبية وعجنين الدين بالفن فشايفينها حرام زي صراع بتاع سونيا سليم كده في الرقصة والسياسي فاكرة؟ أه 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 فاكرة؟ مثلاً ده جزء من السراع لا ده ده سراع طول الوقت موجود معاك يعني فتبقى أنت مش فاهمة يمكن لأن أنا أنا طبعاً شخصية غريبة عن الرقص فمش أدر أفهم إنما لو كنت حياتي مختلفة أو وضعي الاجتماعي مختلف يمكن كنت شفت إن ده عادي لكن أنا كمان تركيبة فا... إيه اللي مش شبه الرقاصة العادية اللي ممكن تبقى في دماغ المجتمع يعني مثلاً أنا ستة بيت عادية جداً يعني لما بروح البيت أنا اللي بطبخ ما عنديش طبخين أنا اللي بطبخ في البيت أنا اللي بوضب في البيت عندي مساعدة طبعاً في البيت بس أنا بعمل كل حاجة خيط زرارة قطع أعمل مش عارفة إيه فأنا حياتي شايفة إنها طبعية فمش شايفة وجهة نظرهم دي صحة مش شايفة صحة تركيبتي مختلفة عن تركيبت الفنانين اللي قاعدين يوضبوا في نفسهم طول النهار والليل وكذا يعني فيمكن بحس إن أنا شخص طبيعي وعادي وزي وزي بقية الناس فلما بتصدم بالنظرة بالنظرة بتبقى بالنسبالي طب أنتو مش شايفين حاجة أنتو مش شفتوش حاجة علشان تقرروا بس هي حالة مجتمعية موجودة يمكن من أيام تحية كريوك هي حالة موجودة وهتفضل موجودة طول الوقت مش لأ يعني أنا كنت طول عمري بقولها هغير وجهة النظر هعمل مش عارفة إيه انت عارفة الحماس وانت صغيرة بيخليك تقولي لأ أنا هغير كل وجهة كل اللي قدرت أغيره إن أنا غيرته وجهة النظر عن نفسي هم عن دينا بس عن المهنة كلها لا مش قادري ترجمة نانسي قنقر